متابعيني جميعاً على قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سليمان وفيديو جديد على القناة وحنتكلم النهاردة عن إيه؟ النهاردة هنتكلم عن الأوبريتور المقدم من شركة OpenAI بتاريخ 23 يناير 2025 لو دخلت على الرابط اللي حطولك في الوصفة أسفل الفيديو حتلاقي هذا الإعلان عن الأوبريتور أو الأوبريتور والأوبريتور هو عبارة عن ايجنت أو اي اي ايجنت بتستخدمه على الون براوزر علشان تعمل تاسك معين وهو available أو متاح للبرو يوزرز اليوزرز يعني اللي دفعين 200 دولار في الشهر in the United States كمان في أمريكا فقط حتى الآن طبعاً فانا شايفة هنا إن الأوبريتور عشان تقدر تستفيد بي مش هتقدر تستفيد بي إلا في الأعلى خطة موجودة عند OpenAI وهي 200 دولار هل الموضوع يستحق ولا لأ؟ ده اللي حنتكتشفه النهاردة مع بعض في هذا الفيديو هنا بيديك مثال على موقع TripAdvisor هنا بي find and poke me the highest rated one day tour of Rome on TripAdvisor أنت بتسأله أو بتقوله التاسك ده ومفترض أنه هيعمل ريسيرش وبتديك إجابة خاصة به وبعد كده يبتدي يعمل لك موضوع الحجز هنا بيقول لك إن الأوبريتور اللي هو الAI ايجنت ده بيمكنك عبر الويب براوزر إنه هو يعمل لك تاسك معين بيستخدام طبعا البراوزر بتاعك أنت هو بيبص في الويب بيج وبيبتدي يتفاعل بالكتابة أو عن طريق الكلك فبالتالي بيتحكم في الكيبورد وبيتحكم في الماوس وبيقدر يعمل سكرولينج كل ده يقدر أنه هو يعمله الأوبريتورز ممكن كمان يعني ask to handle a wide variety of repetitive browser tasks such as ممكن يعمل feeling form ممكن يملأ form ممكن يorder groceries بقالة أو حتى إنه هو يكريات بيمز يعني فيعمل حاجات كتير ده الأوبريتور طبعا إحنا يعني مش هنجرب الأوبريتور بتاعهم أولا لأنه هو مش متعقر في يونيتستيس سنة ينه هو في 200 دولار يعني فارت لو حد بيستخدم البرو بلان في يونيتستيس يقول لنا ده جربته لو هو استخدم الأوبريتور هل الأوبريتور يعني من open AI كده يعني يستحق كل هذا الضبيب وهل يستحق المبلغ أنه يكون في البرو بلان ولا لأ جال النهاردة هنتكلم فيه لأن بصراحة جيت هاب فيه كنوز بس محتاجة أن احنا نبوصلها شوية أو نعارها اهتمام ممكن توفر عليك وقته وتوفر عليك مجهود كبير جدا لو أنت مهتم بالجزئية دي فيه حاجة تانية مهمة عايزة أتكلم فيها قبل ما أخش على جيت هاب ونبص على الحاجات المهمة اللي عايزين نتكلم عنها النهاردة أولا أنا اكتشفت أن انت لو كنت عايز توفر قدر الإمكان من استخدام لماذج الذكاء الاصطناعي محتاج تفهم شوية حاجات كتيرة جدا الانديوزر العادي اللي مش عايز يشغل باله بيأمور تقنية ويوجع دماغه بقى أخذ الكود وعمل رن وإنستوليشن ولوكالي على جهازي طبق جهازي إمكانياته عاملة إزاي بالحالة دي هو يعني مش عايز يخش في كل ده وحقه هو ما عندهش وقت للكلام ده كله يدفع أفضل وأسهل بحيث أن الموضوع يكون بالنسبة له سهل لكن بداية الالترنتيفز برضو مطلوب بقى في كثير من الأحيان أولا لأن نماذج الذكاء الاصطناعي غالية جدا زي ما احنا شايفين البلانز بتاعتها أو الخطط بتاعتها تاني حاجة أن برضو أنت محتاج تبزل المجهود بقى يعني في ناس تبزل المال وفي ناس تبزل المجهود أنت هنا في الحالة دي هتبزل مجهود عشان تفهم إزاي النماذج دي أنت ممكن أن تنزلها عندك على جهازة وفي نموذج يعني open source دي تنزله لكالي عندك على الجهاز يكون في معرفة شوية بالبيثون فالمواضيع دي كلها فعلا في حاجة إليها كل واحد مهتم بالذكاء الاصطناعي وأنه يحاول أنه يوفر على أساس أن نمسك الذكاء الاصطناعي غالية النهاردة هكلمك على جهب على حاجتين حاجة اسمها browser use وده بيزك ماطل ولكن هو أسهل طريقة عشان تكوننكت AI agent بتاعك بالبراوزر وبالتالي تقدر أن انت تقول للAI agent بتاعك خش على الموقع الفلاني وبتدي أن انت تصفح أو حجز لي زي بالظبط كده الoperator في الopen AI ما بيعمل الoperator AI أعتقد أنه بيشتغل باي كود على طول بواسطة الكود يعني الoperator انت بتروح للoperator على طول وبتدي تسأل هنا بينفذ عن طريق الكود هنا انت حتقدر تروح للبراوزر تنزله عندك على الجهاز ومن خلال مثلا سي الابي اي بقى بتاع الديبسك ار وان أو من خلال جيميناي تو فلاش اابي اي هتلاقي قريدي هو موجود داخل البروزر يوز فحتقدر ان انت تستفيد بين الموضوع ده في ان انت تحصل على نفس الفنكشن اللي بيعملها لك الoperator الخاص به open AI فده بالنسبة لي البروزر عشان كده انا قلتلك انت محتاج تفهم شوية حاجات خاصة به البايثون وتقدر ان انت تعمل installation وهنا زي ما احنا شايفين ده ديمو بيوريك ازاي البروزر يوز بيشتغل هنا بيديك امر write a letter in google docs to my baba مثلا thinking him for everything and save the document as pdf انا بكتب الامر جوه وهو بيبتدي انه هو ينفسهولي زي ما احنا شايفين فبيروح لgoogle docs ويكتب اللتر في google docs وهنا بيوريك يعني الاكشن اللي هو بياخده او هيظهر لك كده ارقام الاكشن اللي هو بياخده فيه ايضا prompt تاني read my cv and find ml jobs save them to a file and then start applying for them in new tabs وهنا امر ثالث find flights on kayak.com هنا الديموز دي بتشرح ازاي البروزر يوز بيشتغل يعني او ازاي انه هو بينفذلك الطلب زي ما انت شايف من خلال هزي الديموز وبص عليها وهيحط لك الرابط الخاص ببراوزر يوز في الوصف اسفل الفيديو وممكن طبعا زي ما قلت لك تبتدي تروح للكود وتبتدي تتابع الخطوات اللي حيقول لك عليها علشان تنزله عندك على الجهاز تعالى نشوف حاجة تانية على جيتهاب ايضا وهي الويب يو اي والويب يو اي ايضا ايم على البراوزر يوز وهنا الويب يو اي ايضا هنا دي ديموز بتشرح لك ازاي بيشتغل وعلى فكرة هو يوزر فريندلي جدا في الاستخدام وحطي لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو وحيظهر عندك دلوقتي على الشاشة الشكل اللي بعد ما يتسطب عندك على الجهاز وهنا هيشرح لك ازاي تعمل عملية الانستيليشن وتعمل له راند كل ده موجود ولكن هنا العملية الاستخدام سهلة جدا جدا زي ما احنا شايفين كده عندنا على الجهاز انت بيظهر لك الانترفيس اللي انت شايفه ده اللي انت من خلاله هتختار الموديل اللي انت هتشتغل به جيميناي تو فلاش مثلا استخدمه او ديب سيك مثلا تستخدمه اروان ففي الحالة دي انت بتختار انت هتشتغل باي نموذج او الابي اي بتاع انه نموذج وبالتالي بتبتدي ان انت تختار وتستخدمه اعتقد ان جيميناي تو فلاش ناس كتير بتقول عليه كويس من خلال يعني مراجعاتي ليه الناس اللي بتستخدم البراؤزر يوز ويب يو اي اللي بتستخدمه عليه اعتقد انه هكون جيميناي تو فلاش افضل في الاستخدام ولكن طبعا انت جرب لو هتنزله لوكالي عندك على الجهاز جرب وزي ما قلتلك الانستوليشن اوبشنز وازاي تنزله لوكالي كل حاجة مشروحة خطوة بخطوة ولكن الموضوع برضو متطلب مننا معرفة الى حد كبير كبيرة يعني عشان كده لازم اكون معاك صريحة يعني انا نفسي بتعلم حاجات كتيرة ما كنتش اتعلنتها من قبل وما كنتش متخيلة انا ممكن احتاجها ولكن اكتشفت ان انت طول ما انت بتتعلم وطول ما بيظهر عندك حاجات جديدة كل ما هيكون فيه سهولة بقى في عملية التعامل وحتتي تفهم وتقدر نقط قيم وتعرف الفرق فمهم جدا الجزء ده ان انا كنت اكدلك عليه ده حتى كنت حابة ان انا اشرحها دي جزئية كنت حابة ان انا الفت نظرك ليه حاطلك كل الروابط في الوصفة اسفل الفيديو في استخدام الويب يو اي مثلا تماما تكون يعني المعلومة وصلت النهاردة نحاول نستفيد بكل ما هو مفتوح المصدر زي ما احنا شايفين حيوفر عليك يعني فلوس كتيرة وزي ما قلتلك الموضوع محتاج برضو انك تتعب وتتعلم وتفهم الحاجة دي تشتغل ازاي ففيه بيكون دايما حاجة ما بين الاثنين يا اما ادفع فلوس وريح دماغي تماما في حالة مثلا لا المبلغ كبيرة علي ومش هقدر لا في الحالة دي لازم ادور على بديل وبديل صحيح وهو ان احنا هنبذل مجهود شوية في الاخر خالص هندور على حاجة مناسبة ونبتدي ان احنا نستخدمها اشوفكم فيديو قادم بالزيلة تعالى على قناة انفو تيك فوريو زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متبعينة اعزائي ما تنساش لايك وشير والكومنت دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة